كنا رأينا في موضوعات التوصيف قائمة من العناصر التي قلنا سنمر بها في هذا الشرح وأول هذه العناصر كان المقصود بالتربية لذلك سنطرح هذا السؤال المتعلق بما التربية في شكل الوحدة الأولى طبعا سؤال ما التربية يستخدم أداة الاستفهام ما وأداة الاستفهام ما تبحث عن حقيقة الشيء ما ذاك الشيء كذلك ما التربية أو هذه الأدات تبحث عن جوهر الشيء أي عن ما هي الشيء فحينما نقول ما التربية إذن نحن نبحث في الواقع عن إجابة تتعلق بحقيقة التربية ما هي التربية جوهر التربية لكن كيف سنصل إلى الإمساك بجوهر التربية ونظفر بما هي التربية سيكون ذلك عبر التعرض إلى العناصر أو قائمة العناصر التالية أولا معنى التربية علينا أن نبحث في البداية عن معنى التربية كي نقترب من حقيقة التربية من جوهر التربية ثم بعد ذلك علينا أن نبحث في مفهوم التربية كي نقترب أكثر من جوهر التربية بعد ذلك علينا أن نبحث عن تعريف التربية بكي نقترب أيضا من جوهر إذن وحقيقة التربية كذلك علينا أن نبحث موضوع طبيعة التربية ثم بعدها علينا أن نبحث موضوع التربية بكي أيضا نقترب أكثر من التعرف على ما هي التربية ثم نبحث قضية أهمية التربية ثم سابعا نبحث أهداف العملية التربوية ثم بعد ذلك نبحث إذن مصادر الشقق الأهداف التربوية وأخيرا حينما نبحث الموضوع التاسع أهمية تحديد الأهداف التربوية نكون بذلك قد أجبنا عن سؤالي ما التربية إذن هذه هي عناصر الوحدة أو موضوعات الوحدة التي ستجيبنا عن سؤالي ما التربية في واقع الأمر تلك العناصر التي تكون الوحدة هي في الآن نفسها أهداف الوحدة لأنه لماذا؟ لأنه مثلا الموضوع الأول لو حولنا معنى التربية في اللغة والاستلاح إلى سؤال ويصبح ما معنى التربية في اللغة والاستلاح ما هو الهدف؟ الهدف هو الإجابة عن هذا السؤال فهدف العنصر الأول هو الإجابة عن سؤال ما معنى التربية في اللغة والاستلاح كذلك هدف العنصر الثاني هو الإجابة عن سؤال ما مفهوم التربية والتعريف وهكذا دوليك عناصر إذن هذه الوحدة لو نجيب عنها جميعا إذن نحقق أهدافها جميعا طيب إذن نبدأ في العنصر الأول في هذه الوحدة وهو بعنى التربية في اللغة والاستلاح طبعا التربية في اللغة الإنجليزية تنطق كالتالي education بنفس الرسم ولكن في اللغة الفرنسية تنطق بطريقة مختلفة هي education بالإنجليزي إذن education بالفرنسية education طيب ما هو معنى التربية إذن في اللغة؟ في الواقع التعريف اللغوي هو طريقة شائعة في البحث عن معاني الكلمات وذلك بالعودة إلى أصلها في اللغة فلو عدنا إلى أصل كلمة التربية في اللغة العربية فإن المعاجم تقول لنا أن التربية لها أصلاني في اللغة العربية الأصل الأول هو أصل الثنائي بينما الأصل الثاني هو أصل الثلاثي بالنسبة للأصل الثنائي يتكون من اجتماع الحرفين الرى والبى رى بى فحين اجتماع هذين الحرفين الذين يكونان الأصل الثنائي للتربية حين اجتماعهما في اللغة العربية فإننا نحصل على معاني عديدة مثل السيادة الملكية الولاية والعناية هذا الأصل الثنائي بينما المعاجم تؤكد لنا أن هناك أصل ثلاثي للتربية في اللغة العربية وهو اجتماع الحروف الثلاثة الرى والبى والألف في فعل راباء وفعل راباء في اللغة العربية يعطي المعاني التالية النمى الزيادة الكثرة والمضاعفة بهذا يكون أصل المعنى اللغوي بكلمة التربية في اللغة العربية راجعا إلى الفعل راباء بمعنى زادة ونمى وهو ما يدل عليه قوله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ رأينا قبل قليل أن كلمة التربية تعود مشتقة من فعل رباء لكنها أيضا في الآن نفسه حسب المعاجم اللغوية هي مصدر لفعل رباء أي نشأ ونمى والدليل على أن كلمة التربية استخدمت في اللغة العربية للدلالة على فعل تنشئة الصغار والعناية بهم هو ما يدل عليه قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِيَا صَغِيرًا الخلاصة للمعنى اللغوي لكلمة التربية هو أن كلمة التربية لما نعود إلى أصلها اللغوي فإننا نكتشف أنها تدل على معاني النمى والزيادة والتنشئة والإصلاح والرعاية الكاملة للإنسان لدينا شواهد كثيرة على هذا الأمر فهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه من تصدق بعدن تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري كذلك في المعنى اللغوي لكلمة التربية في اللغة العربية ما تثبته شواهد الأدب العربي في الشعر الفصيح فبعض الأبيات أو بعض الشعراء يقول فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت إذن الخلاصة أن كلمة التربية في اللغة لها المترادفات التالية لها معنى التهذيب لها معنى التنمية لها معنى الزيادة لها معنى الإصلاح لها معنى الرعاية لها معنى التدريب لها معنى التزكية إذا نلاحظوا كثافة هذه الدلالات لكلمة التربية في اللغة العربية